السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تلتة سانوي ان شاء الله هنحل النهاردة التست على في كتاب المعاصر وان شاء الله هنقسم التست على آآ فيديوهين علشان القطعة عندنا قطعتين بتاخد وقت كبير جدا فهنخلي القطعتين في فيديو الواحدهم عشان نفسسهم بالتفصيل ومن نخطش وقت في الفيديو كتير. تمام? فهنحل متحن كله ان شاء الله مع هذا القطعتين. تمام? مع بعض كده هنبدأ بسم الله الرحيم. عندنا اول حاجة ستاشر جملة اختياري. هنقرأ كده ونشوف بنحل ازاي. اه بول لك هنا رقم واحد ايه او اي من دول يدرس آآ طبيعة الاشياء. آآ اللي هي الفيزيائي او عالم فيزياء. ولا اللي هي المحاضر ولا اللي هي شاهد عيان. ولا اللي هو القدوة. طبعا اللي هو آآ اللي هو عالم الفيزياء. وقبتنا بيقول لك. اي دريم اف لفينج ان اصصائتي where there is no prejudice against the poor. انا بحلم ان احنا نعيش في مجتمع حيث لا يوجد. فيه آآ اللي هي التحيز او المحاذاة والمحابة او الظلم ضد الفقراء. في هذه الجملة. ايه نوعها ايه نوع الكلمة دي ايه. ناون اسم ولا اه ضمير ولا ادكتف صفة ولا ادفرب. طبعا ادفرب مش هتنفع لان ما فيش اخرها اللي ولا هي آآ من الحاجات الشازة. مش صفة دي. مش ضمير يبقى ناون. تاني كده يا شباب. تاني. مرقم داتة بيقول لك. اي او اي از ا person who teaches at university. بيدرس فين في الجامعة. يبقى اعطيه المعروفة اللي هي دعم. مش هتنفع. مش هتنفع. مش هتنفع ارور المون مش هتنفع. رقم اربعة بيقول لك اي. اي 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 انا انا حصلت على اي اي الدكتورات في سنة الفين اربعة واشوهر. تمام? اي اعرف مع الدكتورات ده اي. مش هتنفع يعترف بي او يعترف على. مش هتنفع. مش هتنفع. لان دي يفوز بي جائزة او مداليا او حاجة زي كده. مسابقة يعني. تمام? رقم اي خمسة بيقول لك لا تستطيع ان تتحدى اي اي اتنين مسلحين اي اي لوحدك. دي معناها يتحدى او اللي هو يواجه. يعني هنا ايه? اي يوطيع. تمام? رقم سلطة بيقول لك اي 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 نو هاو داي هاو فاوند نقط اوار سيجريت بلان انا مش عارفهم ازاي عارفوا الخطة السريع بتاعتنا. يجد ولا يكتشف او يعرف بخصوص شيء ما ولا طبعا اللي هي بالخارج. طبعا ليعرف اي شيء ما يعرف شيء ما كانا مخفي. تمام? فاند اوت اللي هو يجد يجد اه شيء معناوي تاني كده يا شباب. رجل صاحب يقول لك او ضد اكتوبر بيقول لك مبيعات اكتوبر وسبتمبر اه حصل فيها او عمل يعني مقارنة بينهم باستخدام ايه معروض على شاشة كبيرة. باستخدام ايه يا شباب? ها اللي هي الرسم البياني اللي هي الفتاة المسترجلة يعني اللي هي العكس الاقليات اللي هي الاقليات اللي هي الاكثرية او الاغلبية. كده يا شباب. باستخدموا يا شباب بيستخدموا البارجراف. باستخدموا البارجراف. رقم تمام يقول لك لو انت ايه ضد الاطفال مش سيحبوك. مؤهد بائس آآ عنيف او قاسي ولا كانت مهم. لو انت عنيف ضد الاطفال مش هيحبوك. تعامل كده? الاطفال احباب الله حب الاطفال. رقم تم سيقول لك مهم جدا بقى عشان نبدأ ايه في الـ كان هناك او كان يوجد ماضي هنا في العزل اللي هي فيضانات. كانت بتشتي او كان فيه فيضانات بسبب انها كانت بتشتي او شتت لمدة تات ايام. تمام? هنا الفعل ده في الماضي يا شباب. تمام? عندي فعلين. فعل الشتة وفعل الفيضانات. نهله حصل الاول. طبعا الشتة اللي حصل الاول. والفيضان حصل بعده. طب اللي اتنين في الماضي ولا لا? اه اللي اتنين في الماضي. يبقى هدور على الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر. ليه مصدر في الماضي وحدث حصل قبل حدث او حدث كان مستمر للفترة معينة قبل حدث تاني. تمام? ايه بقيت يا شباب? ماضي التام المستمر. هاد بين زائد. رقم عشر هنا بيقول لك احمد كان مرهق جدا احمد وين آآ يستردل لمواصل البيت بالليل. يستردل بالامس. هو كان شغال اشتغل كتير جدا بجد بعد الظهر. يبقى يبقى ايه? ولا هاز بين ووركينج ولا هاز بين ووركينج ولا آآ واز بينج ووركينج. طمعا واز بينج مش هتنفع. تمام? تعال نشوف هنا. هو احمد كان مرهق. تمام كده? عشان اشتغل كتير. هنا حدثين في الماضي. انه كان مرهق. واللي هو يشتغل كتير. طب هو انه اللي حصل الاول. او انه اللي كان مستمر الاول. ها? هو اللي كان مستمر الاول. اللي هو ايه? آآ اللي هو اشتغل الاول. وبعدين بقى ارهق. يبقى هتبقى رقم ايه? زي اللي قبل بالضبط. ماضي تام. مستمر. ماضي تام ومستمر. حدث حصل قبل حدث تاني في الماضي واستمر للفضل معينة. واثر على الحدث اللي بعده. تمام? يبقى زي داتشري في التالت. او فير باي اني جي. تمام? رقم حدث يقول لك. انت باين عليك كده? من انبارح. يعني سعيد اكتر من انبارح. مش هتنفع لان هنا بقارن. مش هتنفع بقارن برضو. مش هتنفع مع صفحة سيارة مش هتنفع. متش هابير. متش هابير. انت تبدو اكسر سعادة من انبارح. يبقى تبقى ايه شباب? متش هابير. تعال نشوف الباقي. بيقول لك هنا. ركز بقى معي في الجملة دي. الكرة القدم تكون اشهر رياضة في مصر. اشهر لعبة في مصر ما حدش يقدر يقول غير كده. تمام? يبقى كده مش هتنفع. مش هتنفع. مش هتنفع اصلا. تمام? ولس دي مقارنة. مش هتنفع. تم كده يا شباب. تمام. تعال شو بقى بعدها. رقم تعال شو بقى لك. الرياضة تكون ايه في مصر? مشهورة في مصر. ما حدش يقدر يقول ان هي مش كده. تمام? ما ذكر لكش. ما ذكر لكش هنا. ما ذكر لكش كلمة. تمام? مش هتنفع اقول. الفوتبول تكون الاكسر شعبية في مصر? مش هتنفع. تقول اللي هي ايه يا يا شباب هتبقى popular in Egypt. فوتبول is most popular in Egypt. تكون مشهورة جدا. هنا دي بمعنى جدا. هنا بتسوي ايه يا شباب? بتسوي باري. بتسوي باري. لكن اسمعي. هنا دي بتسوي باري. تمام? تمام. رقم رقم ربعتاشر. this is view that I have ever seen. I've ever seen. I have ever على طول تفضيل. the nicest nicest. والنائسر والنائس. على طول صفة كثيرة ذا والصفة كثيرة اس دي. رقم رقم فاؤشار هنا بيقول لك. اه this computer isn't expensive as that I bought. يا شباب دي. الكمبيوتر دي ليس غاليا او مش غالي مثلا اللي انا اشتريتهم بارة. هنا الصفة واز يبقى عارض قبل الصفة ايه? اس. يبقى هاخد ايه? اس على طول. تمام? زينب اس اس يبقى عارض الصفة هنا. رقم ردانة. they are the same higher. نفس الطول. عارض الصفة. مش هتنفع. لان الطول ده طول افقي. انا عايز طول رأسي. سكيل مش هتنفع. مش هتنفع. ده مرتفع. مش هتنفع. يبقى طول يا شباب طول زي بعض. ده القطع هنفوتها. ونحلها على طول الترجمة. وهنحل القطع في فيديو تاني عشان الوقت. طيب كده يا شباب. شكلنا هنأجل كمان شوية حاجات عشان الفيديو ما يبقاش كبير. رقم تلاتة وتلاتين بيقول لك هنا الترجمة. ايجيبت is in need of wise people capable of modernizing. modernizing. ده كلمة دخلنا مولي فاتل. modernizing the educational system and achieving justice among students. ايجيبت is in need of wise people. ان مصر في حاجة للحكماء. wise people الناس الحكماء. او للحكماء. تمام? ان مصر في حاجة للحكماء. ان مصر في اشد الحاجة للحكماء. ها مش هاتم فما فيش هنا ما فيش حاجة هنا بتقوي حاجة للحاجة دي. ما فيش حاجة بتقوي الحاجة. ما فيش ماشا او 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 مفيش. تمام كده? ان مصر في حاجة للحكماء. ان مصر في حاجة للحكماء. تمام? قادرين على قادرين على قادرين على قادرين على قادرين على قادرين على تحديث. ممكن دي. قادرين على تطوير. لا. مش هتنفع بعضهم. قادرين على تغيير. لا. مش تغيير. قادرين على تعديل. لا مش تعديل. قادرين على ايه? تحقيق. او قادرين على تحديث. يبقى تحديث. ركز معايا. يبقى تبقى رقم الف. الف هي اللي صح. تعال نشوف البعضها بصورة. اللي هي. تدعم الرياضة او تساند الرياضة. المهامة مهمة. في المجتمع. اللي هي. قيم مهما. في المجتمع. الأمر مثل المنافسة الشريفة. المنافسة ايه? الشريف والعمل. المنافسة الشريفة والعمل الجماعي. لا يوجد انا في الفريق. محدش يقول انا. كلنا فائد واحد يبقى متقولش انا ابدا. تمام? مسل او مقولة الرياضية مشهورة وجيدة. ده نشوف. تسامد الرياضة القيام مهمة في المجتمع مثل المنافسة الامنية. منافسة امنية. اعنى قلنا منافسة شريفة، منافسة شريفة. يبقى ده مش هتنفع. دي غلط اول واحدة هال frightك. تدعم الرياضة اشياء سامينة. ايه السامينة دي? اشياء مهمة? مفيش حاجة اسمها اشياء? انا انا عايزين قيم. يبقى ده مش هتنفع. ترسخ الرياضة قيم مهمة في المجتمع. مثل المنافسة الامنة. برضو الامنة مش هتنفع. في الثانية كده. يبقى هي رقم ده يا شباب. رقم ده يا صاح. تدعم الرياضة قيم مهمة في المجتمع. مثل المنافسة الشريفة والعمل الجماعي. فهناك مقولة الرياضية جيدة تقول لا يوجد انا في الفريق. تعال نحل الاتنية الانجليزة ببعض كده بسرعة. يجب علينا ان ننشأ او نربي الاطفال على الثقة بالنفس والوطنية واحترام الاخرين ليكونوا مواطنين صالحين مفيدين لاوطانهم في المستقبل. تمام. يجب علينا ان نشأ اطفالنا على الثقة. بالنفس والوطنية واحترام الاخرين. تيرورزم يعني الارهاب فمش هتنفع. دي اللي هي التسمح مع النفس او تسمح مع الذات فمش هتنفع. يبقى دي كده مع السلامة. كل الكلامات المهمة دي كاتبها لك. وهو الهالك في اخر الفيديو. ركز بس معي. we should bring our children uh our children up on self confidence. optimism. التفاؤل. optimism يعني التفاؤل. بس انا مش عايز التفاؤل. انا عايز الوطنية. فدي مش هتنفعي كمان. تمام? رقم سيف يقولك هنا we should bring up our children on self confidence. اه الاخرين. ليكونوا مواطنين صالحين في المستقبل. تمام? دي احتمال تكون صح. نشوف اللي بعدها. we should bring up our children or self confidence. patriotism and suspecting other people. والشك او اه الاشتباه في الناس الاخرين. لا مش هتنفع. دي مش هتنفع. يبقى الصحي يا شباب. وكم سي. تمام? بالادلة والبراهين. تمام. تعالوا نشوف كده الامتحان او اللي بعد كده بقولك المعلم القدوة يمثل مصدر الهام لطلابه. المعلم القدوة اللي هو قدوة طبعا عارفين اللي هي رول موديل. رول موديل. درول موديل تيتشور. it was source of inspiration of his. اه students. واس. ان بقول يمثل. مش هتنفع واض. يعمى از يريبريزنتز. يعمى از يريبريزنتز. اكتب برايا. يمثل معناها از او ربريزنتز. هذه مثلا. ان هنا في المضارع يمثل. ايكد مش هتنفع في الاول كده. درول موديل. از 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 او مصدر الالهام. لطلابه. يعني يغرس. يغرس فيهم القيم والايجابية. هو يغرس القيم ماشي. اللي هي الايجابية بشكل غير مباشر. بغير لزا يجب الاعتماق اه الضرورة. لزا من الضرورة الاعتناء به ماديا وعلميا. اللي هو مين المدرس. طبعا مش الكلام ده. ربنا تولينا. دي يعني ضرورة. لما تلاقي اه قبل اعرف المعنى ضرورة. يعني يعتنو به يعني اللي هو المدرس ده. اللي هي ماديا وعلميا. دي احتمال تكون صح. احتمال. ما تأكدش حاجة لما تشوفي التانيين. تتأكد ان التانيين فيهم حاجات غلط. تمام? رقم سيب يقولك. يعني اكتئاب او كآبة. فماش هتنفع. اخر واحد بقول لك ده رول اه من اول كلمة. رول دي يعني يحكم او حكم او اه كده يعني. تمام? يحكم او حكم. فماش هتنفع. او ايه يا شباب? رقم بي. الصحيحة هتكون رقم بي. تمام? كتب لك كل الكلمات المهمة. في كلمات مهمة جدا جدا هنا لازم نعرفها. كتبها لك كلها. تعالوا نشوف الجزء الجميل العسل بتاع ده وان شاء الله اشترح لكم في فيديوهات جاية. رقم سبعة وتادين بيقول لك اللي هو جزء الكلام اللي انت بتقول فيه اللي انت كويس. او او انت مين? من انت? بنسمي ايه الجزء في الكلام ده? طايتل عنوان ولا بضي جسم المقال? ولا اللي هي المقدمة? ولا الخاتمة? طبعا التايتل اول حاجة بتقولها التايتل اللي هي اسمك. في الخاتمة عطول اول ما تشوف اعرف اللي هي في الخاتمة. يعني ايه بقى الخاتمة? يعني عبارة ممكن نبدأ بها ايه? تايتل العنوان? ولا مقدمة? ولا اللي هي اه اجزاء الكلام? ولا الخاتمة? طبعا الكونكولوجين. ركز معها في الجاية دي. لو انت خلاص بتقي في الايميل بتاعك وخلاص هتسلمه. دي اللي هي شباب بمعنى اه مع خالص التماني او اللي هو بمعناها تفضلوا بقبول فائق الاحترام او مع احترامنا الشديد تقبلوا هذا الايميل. ممكن تبعته المين? لو انت هتختم الايميل بتاعك بجملة زي دي او عبارة زي دي. يبقى انت افتتحت الايميل بايه? لاحظ هشحرك فيما بعد بس اخدها ملحوظة جدا على السريع. ان الحاجات اللي بتفتتح بها الايميل زي دير مسلا وبعدين الكلمة. دير وبعدين الاسم اللي انت بترسله. بتختلف من الايميل الرسمي لل الايميل الرسمي. وكذلك الكلمة اللي في الاخر خالص واللي بعدها بتختلف من الايميل الرسمي والايميل الرسمي. وهشحرك ده ما بعدين ان شاء الله. دي يا شباب معناها تفضلوا بقبول فائق الاحترام بمعنى ده هتقولها المين? رسمية او رغير رسمية? لا رسمية. دي مع خطاب او ايميل رسمي. طب او ايميل ايه? رسمي. دير مستر ولا دير مام ولا دير رانية ولا دير قائز. والله هاي قائز. هاي قائز مش هتنفع دير رانية عزيزات يرانية مش هتنفع دير مام عزيزة المام مش هتنفع دير مستر ده معاملة رسمية بينك وبين المستر. معاملة رسمية بينك وبين المستر. تمام? شوف رقم اربعين بيقول لك. انك تدي ايه اختيرات. ايه من دي يا شباب اللي احنا عشان ممكن نستخدمه كلكلمة بنربط بيها بين الجمل. نستخدم من الدول. او ايه نستخدمه في الجملة دي من حاجة اللي تحت. انا بحب مشاهدة التلفزيون. واستماع الموسيقى في وقت الفراغ. مفيش او اه اللي هي مسلا او اه اخر مش هتنفع. بالسعيد بالاضافة الى ذلك ممكن بالاضافة الى ذلك اللي انا بقى شاهد بالاضافة الى ذلك اللي بستمع الموسيقى هنشوف. ازول معناها ايضا وبتيجي في اخر الجملة. اكتب هنا تأتي في اخر الجملة ازول. تماما? عندنا بيصيد واند. بالسعيد تنفع لان ذات دهي بتيجي بعدها جملة. بيصيد ذات بيجي بعدها جملة. يعني فاعل وفاعل. هنا ما فيش جملة. يبقى اند. دهي في سنة تلتة ابتدائي. القاعدة دهي في سنة تلتة ابتدائي يا شباب. بتاعت اند ده. تلتة وربعة. تمام? ده كان الجزء المهم جدا. الجزء الاول من الامتحان وان شاء الله الجزء الجاي هيبقى القطع واهم كلمات الموجودة في القطع واهم الكلمات اللي موجودة في الترجمة. عشان الفيديو كده بقى طويل قوي. اه اتمنى تكونوا استفدتوا. وكتبت ورايا. وما تيقس واحدة في واحدة هتعرف تحل كل حاجة. اه كان معكم مستر عامر ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو. ولو اي حاجة في التعليقات اكتب لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.